ربما أنت مجهد نفسياً مشكلة الجيل عايز أقولك المصطلح طالع جداً شيئاً دلوقتي اللي هو البرناوت اللي ناس كتير بتستخدمه غلط وهما مش مدركينه اللي هو الاحتراق النفسي اللي بيوصلنا للإجهاد النفسي أو الاحتراق النفسي أولاً أنك تنكري أن أنت مجهد أنا ما أعترفش عاملة جمدة طول الوقت وعملة قوية طول الوقت بالضبط طول ما أنت عاملة فيها جمدة كده أنت مش مدية نفسك حق تراست أو أن أنت تأخذ أجهز أو تريح إيه اللي بيحصل زي باللونة بننفخها ننفخها ننفخها من غير ما نطلع منها شوية حاوها هيحصل لها إيه؟ هتفرقها فذي حاجة إيه اللي بيحصل بقى أننا ما بنؤمنش بداه فأنا كويسة وتمام وزي الفول بعد شوية يبدأ يظهر علينا أعراض سايكو سوماتيكس اللي هي الأمراض النفس الجسدية أنا جايلي قولون عصبي أنا دايخ على طول أنا عندي صداع وعضويا ما فيش أي حاجة خالص وبس أنت نفسيا مجهدة ومستهلكة تماما وتيجي تقول لك لفيت على كل داكترة وأنا تعبانة والله أنت تعبانة وأنا أمنت تعبانة فعلا نفسي مش عارف أخده ضربات قلبي سريعة بدوخ وبيأغمى علي الجسم عمال يبعت راسي ليقول لك عايزة ارتاح أنت بتديله الروحة دي؟ لا حاجة بقى تانية تلاقي نسبة تقول لك ده أنا قاعدة ما بعملش حاجة طب وده قاعد ما بعملش حاجة؟ لا ده ما بيريحش ثانية بالزبط ده ما بيريحش ثانية بالزبط فدي أهم حاجة فالناس تقول لك إجهاد نفسي إيه؟ هو أنا بتحرك ما أنا ما قلتلكيش إجهاد جسدي هو إجهاد نفسي صحيح طيب أعمل إيه؟ أنت محتاجة نتعلم نريح دماغنا صعب جدا التنفيذ والكلام سهل أنا عارفة جدا بس واحدة واحدة بنبدأ نتعلم واحدة واحدة لازم أؤمن أن أنا لازم يكون عندي شوية وقت أنا بس قاعدة فيه سكتة ده حقي وبيكون صعب جدا إحنا شغل وأطفال وبيت وسريخ وزعيق وشد ما فيش مشكلة بنريح من ده؟ لا يبقى فيه مشكلة